اصلا العلاقات اللي ايما فيها هنوع من انواع الشك دي تبقى علاقات مرعبة ووحشة جدا قصيا وبعدين انت نفسيا نفسيا انت بتفضل دايما دماغ شغلة وتاعب قلبك ودماغ دايما في اي حاجة مش هتعرف تركز في شغل ولا حياة ولا هتعرف تزبط نفس حياتك اصلا في العادي يعني لان الموضوع صعب الموضوع الشك ده لو وصل للقلب يعني احنا بس يعني دي رسالة مهمة اوه في حتة الشك دي ما تخليش الشك يتمكن منك لان انت عشان تخلص منه الموضوع هيبقى صعب جدا صعب جدا وبعدين الشك ده هي فعلا مرحلة تانية من مرحلة الغيرة انت لو غيرة وصلت لنقطة معينة هتقلب هتقلب لشك ونقش على النقطة اللي بعدية انكد بقى خلاص انا شكت فيك يا عم سامح فاي حاجة من الحاجات اللي انت بتعملها فانا هتديك وش وانت داخل فهتلاقينا على طول مكشر حاج بالفوق الدنيا مش مزبطة معايا انا داخل بقى بنكد عليك النكد طبعا هي بتمشي ورا بعضي كده انت ماشي ايه قاعد بقى دخلت بقى في الليفل الليفل النكد انا لا يعني في علاقاتي ما بحبش الراجل النكدي او الشريك معايا بقى نكدي الله يا بص انا مش هتكلم عن نفس كتير بما اني انسان فارفوش بص النكد ده ما عنديش اصلا كده كده بس اللي انا بشوفه منكدين بص يا حسب شخصيات برضو انت في شخصية هو الليف ستايل بتاعه ان هو نكا دي هو شخصية ربنا خاله فيه ناس كده فعلا فيه ناس ما بتعرفش تهزر فيه ناس ممكن تكون ده ما مش خفيف طب ده يا فارفوش دي معلش لا تأكلامك بس اللقطة دي مهمة الانسان النكا دي فيه ناس بطبيعتها غير ان هي نكادية دي مش مرحلة ما بعد الشك وكل المراحل اللي احنا حكيناها فيه ناس نكادية علاقات بتبدأ نكادية بطبعها يعني نكادية من اول العلاقة ودي بقى بص كقابة الكقابة بيعشوا في عذاب السنين لان بيفضلوا في دوامة هو مش هيتعدل الا لو هو مودي بقى لو شخصية مودية تلاقيه متغير شوية نكادية وشوية لطيف طب نعرف نسيطر على الحادة ديات يعني نعرف يبقى فيها نوع من انواع السيطرة انا انا ينفع اسيطر على مشاعري عشان ما نكيتش ما هنا داخل برضو من البيت وداخل ولقيت بقى واحدة اعدالي عملالي كده فانا هدخل برضو ما انا مش هدخل اتحك بقى هتقول لي انت دمك بقى تقيل ده ما مش هدخل اعتازل بقى ايو 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 طب ملحاش حل الراجل اللي دمه تقيل دوت بص هو كل طرف الراجل او الست على فاكرة في الستات برضو ساعات بتبقى قفيلة اللي هي قفيلة بتوصل لمرحلة بقى انك تقفلك فتبقى كئيم معاها وتفضل تبقى نكا دي ونفس القصة بالنسبة لرجالة في رجالة هي بوزها شفرين على طول داخل من بعد مراحل معينة في العلاقات او في الجواز سبنا دايما مش منقول حلوة البداية حلوة البداية دايما حلوة جميلة لطيفة فيما بعد لما الموضوع بيزيدنى الناس تاخد على بعض الملل بقى مرحلة ملل الروتين بالزبط الروتين لما بيخش بيقلبها بتبقى صعبة قوي في رجالة بتعرف تكسر الروتين ده بانها بتعمل علاقات تاني وتالت ورابع وخامس صح؟ احنا بنعب بقى نحكي بقى احنا في ما هي ماشي احنا يعني احنا نشوف ايه بقى اللي ايه اللي يرتب عليه لأ انا كان في نقطة الاول قبل ما اخش على الحتة دي وحتة مهمة جدا طبعا على الحتة بتاعت الكائبة ولو كل طرف هو اللي بيعرف يوصل لحتة معينة للطرف التاني الحقيقة هتبقى ابسط من كده وهتبقى لطيفة ويعرف ايه اللي بيحبه و ايه اللي بيكرهه فبيديله الحتة عارف زي ما انت بتدي واحد حاجة هو محتاجها فبيفرح زي ما صح فاهم؟ انت بتدي حاجة صغيرة ممكن تكون حاجة موسيطة جدا بس بتفرح اللي قدامك فلو كل طرف من العلاقة ادلك تاني بالزبط شكرا شكرا التقدير واهتمام في رجالة بتحب برضو يعني عشان نكمل الحتة ديت بتحب التقدير بتحب الاهتمام بتحب كلم حلو يعني اعتقد ان هو لو تقال له اي رجل بقى في الدنيا بيبقى عامل زي العائلة الصغيرة والله العظيم احنا مشهورين بالجالة بكده ان احنا اطفال احنا بستنين جملة كده حاضر خلاص والله ايه بنيجي منها على فتنا او بس بجد يعني احنا طب احنا اللي احنا بنعمله ده او ان احنا مش عايزيني بقى الكلام بتاعنا كلام يروح في الهواء لا بجد الله احنا محتاجين ان الموضوع فعلا الناس تسمع كويس وتطبق كويس لان انا لو انا قدرت اخلص من ان انا بقى نكادية او انا بقى نكادي منها هحل الاشكالية اللي في البيت في نقطة برضو انا يعني عايز اتكلم فيها الانسان انا دلوقتي على علاقة بالشخص اللي ما اقب شركتي او بمراتي مثلا عشرة خمستاشر عشين قاعدنا بقى سنين مع بعض فاكيد كل سنة في غلطة طبعا لو عملنا كل سنة غلطة في خلال عشرين سنة هيبقى في عشرين غلطة عشرين غلطة كبيرة وحواليهم عشر غلطات صغيرين يبا انت كزا طلعت اكتر من حوالي تلتميت غلطة انت سجلت التلتميت غلطة دول في اللاعي بمجرد ان احنا بنتشاكس مع بعض مشاكسة زغنانة كده طبعا الستات بتقوم وطلعها الورقة والقلم وتقوم ايه عدالك كل غلطة انت عملتها الراجل ما بيحبش كده ما بيحبش ان انت تزنقيه وتجيبيله يا جماعة بديهي ان الانسان لازم يغلط طبعا انا هغلط وانت بتغلطي ولازم احنا يبقى فيه حاجات احنا نعمل لها عشان الحياة نقدر نكمل بيها استمر اتغافل اتغافل شوية علشان مش كل شوية هنمسك في بعض واجب له القديم الجديد هيجيب القديم الجديد مش هتخنق معاك هتلاقي به هو داخل هيسكت مش هيكمل الخناء اصلا عشان ايه ما تجيب هو عارف ايه الخناءة بتبدأ ازاي وبتخلص ازاي وبتنتهي ازاي فبيقتع الكلام ايو 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 صح طيب هنخش على حتة مهمة تانية الراجل بعد ما لو اللي هو كثير الخناءات اللي بيتخانق كتير وبيعمل بعد الخناء اعقاب الراجل اللي بيعاقب يعني اللي هو ايه يعني بياخده الايات مثلا بتاعت القرآن اللي هو ايه لك واضربهن مثلا او نوع من انواع او ان انت تدرب او ان انت تعمل لها مثلا انا هنم في قضة وانت في قضة انا مش هلمسك انا هروح ابات عند صاحبي شايف الخلاف ده ممكن يزيد الفجوة ولا ممكن ياخدوا سبيس كده بينهم من بعض مساحة لحد ما يتصلحوا والله بص يعني اللي انا من وجهة نظر يعني اللي انا شفته اللي عشته وشفت نمازج كتيرة جدا حولي فكرة الايقاب ده حاجة بين الزوجين هي بصت بقاصية جدا بس ساعات في اوقات لو بالاتفاق اعقاب جماعي بقى اعقاب جماعي فعلا ساعات السبيس بيبقى حل من حلول بدلا ما توصل للطلاق مراحل السبيس دي اللي هو الانفصال سعيد في ناس بتنفصل ولو حياتهم بقت افضل بيقرر ان هم يتطلقوه او يحس ان هو مش عارف يستغنى فيرجع ده نموذج من نمازج العقاب يعني بس العقاب ان هو يضرب ومدي الايد انا ضدي تماما تماما حتى لو الستة عملت ايه؟ تماما فيه ستات لا صليت لسان قوي يعني ممكن انت قد قدام الراجل وتقوله انت ما انت شربه انت حتى لو انا بقى مع كل نمازج وحياتي دايما اقولها لكل الناس صحابي او اللي بيفكر حتى يزوق ازاق ده نوع من انواع ضرب ان انت تزوق يعني ممكن قابل حد يقولي انا مزقتش انا مضربتهاش انا زقتها بس لا زقتها في وسط عصبية يعني معناها اكنك مديت ايه وهم بياخدوها كده يعني هما الستات برضو يعني لا ده مدي ايه عملك ايه؟ زقنا اللي هو ايه حتى لو هوش كده خلاص هو كان داخل بس انها طلعت اجري منه ايا 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 لا يعني انا ضد فكري تماما ان كده كده راجل يميدي ايه على واحدة مهما هي عملت حتى لو شتمتت حتى لو غلطت فيك حتى لو مدت ايديها عليك مش معنى ده ان انت ضعيف او يعني او شخصيتك تعبانة يعني لا ايه قصة مش كده انا بالنسبة لي مش كده حتى لو قلت منه وقلت من رجلته خلاص طلقها المضاء ابسط من كده انت لو لقيت واحدة بتغلط فيك وهتوصل ان هي تغلط فيك وتقلي منك لا ايه ملاش لازم الحية بقى اخدها من قصيرها قابل ناس كبار قولها شكرا لك على الفترة الجميلة سلام عليكم وتبقى جنتلمين وبتنهي علاقتك واسه والكارسة لو فيها اطفال بقى عشان ما تكلم ده دي مرحلة تانية اه انا شايف ان الجزئية دي ان الراجل هو راجل ربنا سبحانه وتعالى خلقه راجل بالقوامة بتاعته بقوته بكل حاجة دي لازم استغلالها والست هي انسة بالظبط فكون ان انسة بتغلط فيك مش معنى ذلك ان هي ده هي بتدافع بتنكشك متاخدهاش ان هي ايه بتقل منك او بتعمل حاجة تانية ايه ايه انا عايزك ايه عايزك متاخدش الموضوع يعني ايه ممكن ايه فيه ستات بتحب بتقعد وبعد الخناء تقولك انا هنا كنت بقول ايه 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 انا ازاي قلت كده انا ست في الاول وفي الاخر والله ما كانش قصدي ايه ايه انا مكانش قصد الحتة دي خالص ايه 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 على فكرة فيه ستات كتير كده هي نوع من انواع النكشة او نوع من انواع الفضفضة فما تاخدش كل حاجة يعني أثناء الخناء على أعضائك أو أعصابك تاخد أنها ضربة في رجلتك وقالت لي وقالت لي وقالت لي واجب بقى ناس شهود وتقعد داود على